بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها في مدينة سرط الليبية بعد فتح أبواب المتاجر والصيدليات وعودة الأسواق إلى نشاطها خاصة مع رمضان كما يحاول سكان المدينة من خلال حملات تطوعية تنظيف مدينتهم وإزالة غبار الحرب والدمار الذي طال مدينتهم المزيد في هذا التقدير أجواء شهر رمضان في مدينة سرط الليبية تتزامن عودتها مع محاولات لعودة حركة الأسواق بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف وبعد أن تخلصت المدينة من داعش بدأت الحياة تدب داخل شوارعها في أول شهر رمضان بعد الخلاص من داعش وسيم هو أحد تجار سوق الخضروات الرئيسي في مدينة سرط يعود اليوم لتجارته بعد عام ونيف من توقف عمله والصعوبات التي واجهتوا مع سيطرة داعش على المدينة قبل عامين والله يوم ما رجعنا طبعا السوق كان دمار كله كان كل الملدين يعني السوق كان كل طائح يعني بدنا فيه من أول حاجة ما جناش للسوق خوفهم من الغام وخوفهم من حاجة الدين أو مبدنين في منطقة بهادي يعني في ضواحي سرط أو قعدنا نبدوا بشوية بشوية دخلوا سيارة في أسبوع كذا مكي للناس قعد تقلم مع الناس ونديروا في سوق الجمعة واحدة واحدة كانين تجار كلهم متفارقين يعني اللي قاعد في طرابلس اللي قاعد في بنغازي تجار كلهم ما كانواش في ميكان واحد قعد يردوا تجار يردوا الجملة تجار الجملة هي أول حاجة يردوا بشوية بشوية قعدنا نردوا تجار واحدة واحدة وقعت الحمد لله أول منطق قعدنا في أبوهادي وبعد ذلك جئنا لسرط نظفنا والحجم يكان قدام السوق نظفنا وقعدنا نفرشه والجمع فرعرفنا الناس أن السوق كويس هنا ورجع وهذا أول شهر رمضان طبعا لمدينة سرط تعيشه ومدينة سرط بعد تحريرها من الدواعش ولله الحمد طبعا المدينة سرط شاهدت عودة الأهالي وبشكل سريع لما لعنوه الناس النازحة التي نزحت لمختلف مدر ليبيا على عكس ما كانت المدينة عليه من مشاهد الدمار يحاول سكان سرط اليوم إزالة غبار حرب وتخريب تعمد داعش أن يطال كل شيء في هذه المدينة